ويؤسفنا أننا لسه بنكمل كلامنا عن الحد الأدنى للنفقة وعن بديهيات وأساسيات الحياة أو أساسيات الخلاف أو الحياة ما بعد الاختلاف هي تفصيلة كنا نتمنى أننا نبقى تجاوزناها بالقانون وبالمنطق وبحاجات كثير لكن لم يحدث نرجع عايزة أسأل حضرتك مرة تانية أستاذ عصام عن فكرة حسبة النفقة دي أصلا بتتحسب إزاي بالقانون يعني يعني باختصار بعد ما المحكمة بتستجمع لديها الدلائل اللي بتبين قدر دخل الزوج بتطلب إذا كان بيعمل في وظيفة من جهة دخله بتطلب الزوجة بتطلب التصريح المحكمة أنها تخاطب الجهة دي تقود حريات كمان مباحث القسم الشرطة اللي تابع له الزوج وبيقول النتيجة إيه إذا عنده أملاك بتقدم وفي النهاية بيكون لدى المحكمة عقيدة بتقول إن ده دخله كذا رقم معين بعد كده بيقدر حجم بقى النفقة من الرقم ده كام هل إحنا في نفقة زوجة فقط زوجة وطفل زوجة وطفلين على حسب يعني الجهة أو الشخص أو المطلوب الإنفاق عليه بحد أقصى لو الزوجة بس 25% من دخله لو في زوجة وطفلين بحد أقصى 25% من دخله لو زوجتين 40% لو زوجة وطفل أو طفلين 40% وفيه برضو والدين يشتركوا فيها تزيد هي فكرة وعلى فكرة مش ملزمة أول القادي لأنه هو ممكن مثلا يجي له دخل قدره 50 ألف جنيه 20 ألف جنيه 10 ألف جنيه لكن هو يرى أن ده مبالغ فيتعامل على أنه أقل بدل ما 50 و40 بدل ما يكون 20 والعشر فهمها قصدي يعني هو الرقم اللي بيجي له مش ملزم لي أنه يمسك ألا حسبة ويقسم 25 وطفل له السلطات في اللي هو يقدره بدون ما يبدي أسبابه ولا نسب إزاي إلى آخره لكن ده للاسترشاد للناس بتحب تسأل السؤال ده إزاي بيتحسب بالنفقة أو كامتها أو نسبتها